مباراة 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 ممكن تطلع وتسافر وتبقى رايح جاي أو ممكن تلعى مثلا على مدار 3 أسابيع حد واربع حد واربع حد واربع ممكن وفي بداية مسم دوارد لأن المسم السندي فيه يعني أحداث كتيرة جدا وفيه بطولات ومباراة كتيرة جدا ولكن الجزئية المهمة هي حاجتين أولا ما كانش فيه وقت للتدريب والاستعداد للقاء المصري ما كانش فيه وقت لمذاكرة فريق المصري بشكل مناسب في ظل أن فريق المصري السندي مغير نص الفريق عامل صفقات كتيرة كتن علي ماهر لسه متولي المسؤولية فعامل شكل جديد للفريق بنفس الأمر كمان أنت كمان طالع من ماتش السوبر زعلان متدايق بطولة كنت أقرب إليها بنسبة كبيرة جدا جمهور كبير كان حاضر المباراة وكأنك كنت بتلعب مثلا في استاد القاهرة فكان فيه زعل ولكن عشان تقدر تخرج من الزعل ده بسرعة قدر كولر ينجح في الجزئية دي لأن المعلومات اللي عندي والكوليس اللي عندي إن كولر يشتغل على الجانب النفسي أكتر من الجوانب الفنية والبدنية قبل لقاء المصري كولر كان كل اللي يهمه أولا الجهاز المعاوني اللي معاه ما يكونش زعلان ومتدايق بشكل كبير قوي لأن الانطبعات دي لو تصدرت للعيبة هتأثر على اللعيبة أكتر قبل مواجهة المصري وفي مثل كده في الكرة أو عرفه في الكرة يقول لك المكسب بيجيب مكسب أو الخسارة بتجيب خسارة فالرجل ما كانش خلاص ماتش السوبر خسرناه ماتش وانتهب طوله وانتهت مش هنقف عندها كتير لازم نركز على ماتش المصري فكان نفس الرسالة بيوجهها للعيبة ولو تلاحظ حتى كولر مبارح حتى بعد المباراة بيهزر مع اللعيبة سواء لعبت أو ما لعبتش أو ما لعبتش في المباراة لأن كولر بيتعامل مع الجانب النفسي بجزء يعني بنسبة كبيرة جدا الشغل الفني مطلوب الجانب البدني مطلوب ولكن العامل النفسي والمعنوي الراجل بيهتم جدا بالتفاصيل دي لأنها بتفرق لأنه قدر يدرس طبيعة اللعب المصري قدر يتعامل مع الجمهور المصري فعارف الجمهور المصري وجمهور الأهلي إذ ألي بيزعله إذ ألي ممكن يأثر عليه إذ ألي ممكن يصدر له ضهوط فبيتعامل بالجزء المعنوي ده بشكل كبير جدا فالجانب النفسي والمعنوي نجح فيه بنسبة كبيرة ماتشي مبارح بقى حاجة تانية مش فجرة المكسب بالربعية او بالاهداف وجمال الاهداف لا شفتوا رودا سليم شفتوا امام عشور شفتوا الصفقات الجديدة ازاي دخلت بسرعة لسه كمان مودست انتوني مودست المهاجم الفرنسي لسه اكيد ماتشي سان جورجا ومش هيكون موجود فيه لا الزهاب ولا الاياب ففرصة اعتقد من هنا لغاية يوم 29 تسعة فيه حوالي 19 ايام اكيد الجهاز الفني هيعمل برنامج بدني لانتوني مودست ولكن اللافت للنظر جمال وحلاوة واهداف رودا سليم رودا سليم مش بيسدد رودا سليم بيركن اللعبة دي على فكرة اتقررت كتير في الدورة المصري بس الفرق باللعب واخر فيه لعب بيركن وفيه لعب بيسدد رودا سليم لعب موهوب فرقا فالكرة راحت بالشكل ده مش بيسدد في اي زوية وخلاص بيرستاو نفس الاداء بيركن مش بيسدد بيموي وبيرقص ويركن في البعيدة وبيركن في البعيدة ده الجون التاني والتالت كده لبيرستاو فحلاوة وجمال الاهداف فيه تحرقات وفيه طريقة التسديد عند رودا سليم وعند بيرستاو امام عشور شوفوا الباص منين من قبل نص الملعب امام عشور ياما كان بيعمل الباصات دي كان بتطلع تجيبها من المرمى بره لكن الباص لامام عشور مع بيرستاو لا وضع مختلف عمل الباص راح بيرستاو خد الكورة ستلم ضم الجوة شاط في البعيدة دي اللمسات الجمالية بقى يعني اتنين وعشرين لايق عليك يا امام رقم اتنين وعشرين لايق عليك ليه؟ بالناحية الجمالية اللي انت بتقدي بيها بالهارموني والتاكتيك والشغل الجمالي اللي احنا شفناه في الملعب امام عشور ظهر بشكل مناسب وبشكل جيد جدا في ماتش السوبر ولكن كان دي اوف للكل شوفوا بقى كمان الجون الرابع احمد عبدالقادر اللي نازل بديل ازاي بمزاج عالي بيعمل كورة فيها اسست لكريم فؤاد وييجي الهدف من كريم فؤاد اللي رسه راجع بعد فترة غياب طويلة او اصابة لفترة طويلة يحرز هدف يكون فيه توفيق كبير جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني الفكرة مش في مكسب الربعية الفكرة في التفاصيل اللي في الربعية تفاصيل الربعية في ايه امام عشور دخل خلاص في تشكيل الفريق وفي كيمية فريق الاهلي فيهم دماغ كولر كولر كان عايز الحتة دي القطعة دي كان محتاجها في نص الملعب خاصة بعد ما تم بيع حمد فتحي الى الوقرة القطري بيرسي تاوك كواليتي لعيب اجنبي ما شفتوش في الدور المصري منذ سنين يعني من سنوات ما شفتش كواليتي بيرسي تاو في الدور المصري بالاداء والشكل ده كريم فؤاد ربنا بيكرمه واللعب يعني تعرض لإصابة طويلة وبعت فترة طويلة بعد ما تعور في مباراة بيراميدز لكن ربنا كان قرمه كبير عليه وقدر في اول عودة ليه انه يحرز هدف بالشكل الجميل ده افشا التغييرات كون انك تيجي في الضيئة التمانين تعمل خمس تغييرات مرة واحدة عشان تقول للناس دي رسالة انا عندي تيم تاني برا ينزل عبدالقادر وطاهر وكريم ومروانة عطية ومحمد مجد أفش خمس لعيبة نزدوا مرة واحدة في تغيير واحد في ديئة التمانين وانك تكمل بالتشكيل السلغاتي ديئة التمانين ده معناه ان انت عندك عناصر بتقدم شكل كويس وعندك فريق تاني موجود على الدكة بشكل كويس دي ابرز العنوين اللي كنت عايزة اتكلم عليها في مباراة الاهلي والمصر ولكن الجزء المتعلق بالتحليل هيكون من خلال محلل الاداء وعبر زوم حمادة الشناوي عمل بعض العناصر الفنية والاجزاء الرقمية في تحليله لمباراة الاهلي والمصر لان مطش مبارح بخلاف العناصر انا اتكلمت عليها في امور تانية اكيد لازم نركز في التفاصيل بتاعتك لان دور محلل الاداء بيزهر لك بعض النقاط اللي انت ممكن مش شايفها في الملعب وده بيبقى اكيد بعد نهاية المباراة بتكتشف بقى وبتستكشف الملعب النهاردة والفرقتين النهاردة ايه النقاط الإيجابية وايه النقاط السلبية برحب بك يا حمادة مسائل فل عليك وعايز اسمع منك بقى تفاصيل كتيرة من خلال